احتلت مدينة دبي الإماراتية المركز السادس بين أكثر عشر مدن عالمية زيارة خلال عام 2017 متقدمة على مدن مثل باريس الفرنسية ونيويورك الأمريكية وكانت هي الدولة العربية الأولى التي تصدرت قائمة الدول الأكثر جذبا لأسياح ما الذي يجعل دبي تنافس دول العالم وتفوز وما الذي يجعلها الأكثر إقبانا للسياح في الدول العربية وما الذي يجعل كل سائح يعود إليها معنا في الاستوديو للإجابة على هذه النقاط السيد مهند الدسوقي خبير في السياحة سيد مهند صباح الخير أهله سهلا بك إذن بداية كيف وصلت دبي إلى هذا المركز بين أبرز دول العالم استقابة للسياح حقيقة ما اتفاجأنا بوجود دبي من أهم عشر مدن سياحية في العالم اعتبار أنه جميع المقومات موجودة عنده كثير بالفترة الماضية كانوا مراكزين على سياحة المنتجات السياحية على المراكز التسوق على المهرجانات على الكثير من عوامل الجذب السياحي التي تميزت فيها دبي دون عن غيرها من باقي المدن على الأقل في المنطقة أو حتى على العالم بالنسبة لتعدد المنتجات السياحية الموجودة في دبي هو أكبر عامل جذب بيأثر بسلوك السياح يعني سائح دائما بدور فيه ما في سائح له طلب واحد دائما فيه تنوع حسب أذواقهم حسب جنسياتهم عمارهم صحيح صحيح الكثير من جنسيات دول العالم ما فيه جنسية واحدة هي اللي بيجي دائما على دبي وإنما بيجي من آسيا بيجي من أفريقيا بيجي من أوروبا من أمريكا وخاصة من جديد باعتبار بتعرفي أهم شركات طيران هي الشركات الإماراتية حتى إذا ما كان عنده برنامج كامل مدة أسبوع أو عشر تيام يأضي في دبي على الأقل يومين أو ثلاث تيام يشوف برج خليفة يشوف الشواطئ برج العرب الكثير من النشاطات والفعاليات الحقيقة وخاصة أنه حتى من جديد كثير فيه اهتمام حتى على الحقبة التاريخية فأصبحت دبي مثل اللوحة متكاملة صحيح صحيح يعني هي صارت لوحة فنية متكاملة من حيث المقومات السياحية على المجال السياحي المنتجعات الشواطئ أو حتى تاريخي أو مهرجانات فللحقيقة ما فيه لا نحصر جنسية واحدة أنه هنا عم تيجي أو عمر معين جميع الأعمار جميع الأعمار عم يحبوا أنه نيجوا على دبي وبشكل متواصل يعني حتى في منهم بيجي مجرد أنه مسافر من أمريكا الجنوبية اللي نفترض إلى الصين بفضل أنه يقعد يومين في دبي بعدين يكمل سفره يعني نحنا كنا جدا سعيدين ولكن غير متفاجئين بوجود دبي من أهم عشر مدن سياحية أو وجهات سياحية في العالم هذا يدل على مدى الراحة المتواجدة في دبي اللي تقدمها للسايح سيد مهند صحيح بالنسبة للخدمات اتميزت دبي دونا عن كل دول العالم في أفضل الخدمات يعني ممكن الواحد يحصل على الخدمات من إلا خمس نجوم بدأ من المطار بدأ من المطار إلى الطرقات إلى الخدمات إلى المترو يعني على مستوى جميع الشرائح من ما يعني أي حدا بيجي على دبي دائما يشعر بأنه عم يحصل على أكثر مما كان متوقعا أبرز الأماكن السياحية في دبي ربما يعني يعني أنت أن أعرفها لكن بالنسبة للمشاهدين يعني هي بالنسبة للمشاهدين الموضوع يحتاج يعني إلى فترات طويلة صراحة لتنعد ولكن معظم الناس اللي بيجوا بيحبوا يروحوا أول شيء من وقت ما يكون بالطيارة بيروحوا على برج خليفة بداية يعني كمدينة دبي معظمهم بيحب كمان المطاعم يعني كمان مطاعم شو بدنا نعد بس ولكن مدينة الجميرة كانت من أهم نقاط الجزب برج العرب أكيد يعني بالنسبة للمهرجانات هذه مهرجان يعني صعب نحسرها هلأ بيها الفترة عندنا مهرجانات تسوق قوية جدا وكل الناس عم تجي بخصوص مهرجانات تسوق مهرجانات فنية مهرجانات رياضية العديد من المهرجانات بهذا الموسم بدنا وقت صراحة أطول يعني بدنا حتى ساعات لا نقعد نعد نشاهد نشاطات بدبي تجذب الناس نعم طيب متواصلين وياك سيد مهند عندما نتحدث عن مقاومات السياحة في دبي التي لا تجعلها الأكثر إقبالا لا نستطيع أن نتغافل عن أسطول دبي في الطيران ومطاراتها العظيمة مطار دبي الدولي ما يزال الأكثر استقبالا في العالم للمسافرين الدوليين المرة الرابعة على التوالي بحسب تقرير حركة المرور السنوي الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة مطارات دبي وقد وصلت حركة المرور في عام 2017 وفقا للتقرير إلى 88 مليون و200 ألف مسافر عبر المطار أي أكثر بنسبة 5.5% من العام 2016 إذ استقبل مطار دبي 83 مليون و600 ألف مسافر ونص التقرير على أن مطار دبي شهد معدلات نمو قياسية لأول مرة في تاريخه خلال شهر يناير كانون الثاني وشهر يوليو تموز وأغسطس آب حيث استقبل المطار آنذاك أكثر من 8 ملايين مسافر في كل شهر بينما بلغ متوسط عدد المسافرين خلال الأشهر المتبقية أكثر من 7 ملايين مسافر نعود إلى ذات النقطة سيد مهند أنه بدء من المطار السائح أو اللي جاي نقول إحنا ترانزيت يشعر بالراحة صحيح صحيح مجرد وصوله أولا إذا كان يعرف مدينة دبي فهي بتصير من ضمن برنامجه يفضل يؤد لو 24 ساعة أما إذا كان ما سبق أكيد سمعان عن دبي ولكن ما سبق فيرفت نظر دائما للمسافر برج خليفة من هو في الطيارة بعظم تغييرات الحجوزات لو تصير من إلا مجرد أنه يوصل على دبي قرر يغير برنامجه لو 24 ساعة لو يومين أو ثلاثة أيام في الذهاب أو في العودة يستطيع أن يغير موعد رحلته ويعمل حجز أوتيل ويأخذ كافة الخدمات وعلى الأقل يشوف مدينة دبي لو بأقل وقت ممكن من أول مرة يزور دبي صارت ضمن برنامجه وضمن لايف ستايل أو حياته بأي لحظة يسافر لازم يعمل توقف دبي طيب التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المعنية بالسياحة للسائح ما هي أبرزها حقيقة بالنسبة لك دعم حكومي نسمي هناك دعم كبير للسائح كل ما يحتاجه من يعني كمان في كتير من الخدمات ممكن تقدمها مجرد الفيزا ما يوصل تسهيلات الفيزا تسهيلات الخدمات تسهيلات المعلومات أرقام تليفونات 24 ساعة أي شيء يحتاجه السائح في أي مكان في جهات مختصة بالتابعة احتياجاته أو كل ما يلزمه حقيقة لو لدعم الحكومي طبعا ما كان وصلت دبي من زمان لهالمراحل والخطط التي وضعت لتنمية هذا القطار الخطط صراحة دائما موجودة نتمنى أن نكون بهذه الفترة حتى بشكل دائم من أهم عشر مدن في العالم وطبعا أكيد الدعم الحكومي هو أهم شيء أكيد وهذا دائما موجود في كل القطاعات نصيحتك سيد مهند لكل شخص الآن خارج دولة الإمارات لأول مرة يفكر أنه يزور دبي والإمارات شو تقول له أول شيء منه أنه خطوة متأخرة جدا مفروض كان من قبل يكون ضمن برنامج وميت أهلا وسهلا ومتمنى منه أنه وقت يجي لدبي أو يقرر أنه يجي لدبي يحاول يعمل برنامج لأنه فيه الكثير من النشاطات التي يمكن يعملها بدبي وما يتوقع أبدا أنه ثلاثة أيام أو أربعة أيام هي كافية يحتاج على الأقل عشرة أيام لحتى يشوف معظم نشاطات دبي ومعظم الفعاليات أو عناصر الجزب التي هي على مستوى العالم نعم والجو الآن؟ أكثر من رائع نعم أكثر من رائع فرصة كبيرة لأي إنسان يفكر يقضي إجازته أنه يتفضل لدبي أنه هذا أفضل وقت وأفضل طأس حتى شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في الستوديو حدثنا الخبير مهندس أدسوقي خبير في السياحة شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا